بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الكيمياء 2 معكم معلمتكم العنود الاعتابة ونرحب باستاذ لغة الإشارة محمد القبيشي بإذن الله اليوم سيكون انوان درسنا الكيمياء والصحة مختبر الكيمياء 1 ومختبر الكيمياء 2 تعلمنا في الدرس الماضي نسبة المردود المئوية المردود النظري والمردود الفعلي وعرفنا تعريف كلهم منهم قانون نسبة المردود المئوية وبعد ذلك طبقنا في تمارين ثم نسبة المردود والجدوى الاقتصادية والخلاصة وحل التمارين نتعلم اليوم بإذن الله الكيمياء والصحة ثم مختبر الكيمياء 1 و2 الكيمياء والصحة لنتابع هذا الفيديو طلابي وطالبات الأعزاء جسم الإنسان والأجهزة الداخلية لجسم الإنسان القلب هنا ينبض وعندنا الشريين والأوردة في داخل الشريان لدينا كرات الدم الحمراء ثم يأتي هذا الضيف الغير مرغوب فيه وهو فيروس خطير جدا لاحظ معي أنه باسمه HIV وهو فيروس لدينا التركيب الداخلي هنا الـ RNA لدينا أيضا أنزيمات والأجزاء الداخلية للفيروس والتركيب الداخلي للفيروس إذن هذا هو درسنا لهذا اليوم محاربة السلالات المقاومة لقد تبين أن فيروس نقص المناعة عند الإنسان HIV وهو اختصار لهذا المرض الذي يسبب مرض الإيدز من ألد أعداء الطب الحديث ولم يتم التوصل إلى علاجه حتى الآن يعود ذلك إلى قدرة هذا الفيروس الفائقة على التكيف بمعنى كلما وجدوا بعض الأدوية يقوم بالمقاومة والتغلب عليها إذ تظهر السلالات المقاومة للأدوية من هذا الفيروس بسرعة وهذا يدل على أن هذا الفيروس خطير وفتاك بحيث تصبح الأدوية الحديثة والمتطورة جميعها دون جدوى وهي لا تعطي أي فائدة وتجرى بعض الأبحاث الآن باستخدام قدرة هذا الفيروس على التكيف لاتخاذ طريقة لمكافحته إذن فهمنا من هذا المقطع أن الفيروس خطير جدا وهو يحاول أن يقاوم الأدوية الجديدة كلما وجدوا دواء جديد يقوم بالمقاومة هو التغلب على هذا الدواء الآن يريدون التغلب على هذا الفيروس بحيث يرون كيف هو يتكيف ويقومون بالتغلب عليه لمكافحة هذا الفيروس اختيار المقاومة ظهر بعد ذلك دواء وهو BA457 وهو علاج واعد ضد الفيروس HIV ما هو هذا العلاج؟ هو عبارة عن حمض البيتولينيك المركب العضوي المستخرج من بعض النباتات إذن حمض البيتولينيك وهو اختصاره BA457 استخرجه من بعض النباتات مثل لحاء شجر السدر سبحان الله ولمعرفة ما يفعله هذا الدواء البي اي 457 لفيروس الـ AIDS HIV وهو ما يسمى بآلية عمل الدواء ماذا فعل العلماء؟ خطوا خطوة غريبة إذ شجعوا عينات من الـ HIV على بناء مقاومة ضد هذا الدواء إذن قاموا بحقن بعض المرضى بهذا الدواء بحيث يعمل الفيروس على مقاومة لهذا الدواء وهو الـ BA450 ثم بعد ذلك أخضعوا الباحثون عينات من الـ HIV إلى جرعات قليلة من هذا الدواء بـ BA450 مما يسمح ببقاء بعض الفيروسات حية هذه الفيروسات الحية تبني مقاومة ضد هذا الدواء ثم تجمع الفيروسات التي بقيت حية بعد تعرضها لدواء الـ BA457 ثم بعد ذلك يفحص تسلسل جيناتها إذن ما هي الخطوة الغريبة التي قام بها العلماء حقنوا بعض المرضى بهذا الدواء قليل منها قليل من هذا الدواء تقوم بعض الفيروسات بعمل مقاومة لهذا الدواء ثم بعد ذلك جمعوا هذه الفيروسات وأخذوا منها التسلسل الجيني وجدوا أن هذه الجينات مسؤولة عن قدرة الفيروسات على بناء ما يسمى بغلاف المناعة إذن بعدما قاموا بفحص تسلسل الجيني وجدوا أن هذه الجينات لها قدرة على بناء ما يسمى بغلاف المناعة كأنها تبني على نفسها غلاف وتمنع وصول الدواء إليها وهذا هو باللون الأخضر الغلاف لديك الشكل واحد يشكل الغلاف طبقة حماية حول المادة الجينية لفيروس الـ HIV العادي نلاحظ معنا هنا هذا هو تبرعم سطحي للفيروس خلية إنسان مصابة نلاحظ أنه هنا مرتبط بالخلية الفيروس مرتبط كأنه في حالة تركيب للخلية مثل المكعبات عندما تتركب مكعب على مكعب آخر هنا لدينا ارتباط بين الفيروس وبين خلية الإنسان وأصبحت خلية الإنسان مصابة لاحظ معي طبيعي وهنا فيروس معالج بيء الدواء البيئة 457 الفيروس المعالج بيء 457 سيعطيني فيروس ميت هنا الطبيعي سيعطيني فيروس معدي إذن عندما يقوم هذا الدواء ويأخذه الشخص المريض يعطيني فيروس ميت ما معنى فيروس ميت؟ تحلل غلاف البروتين ورنة مركزي غير فعال إذن الفيروس موجود ولكن الأجزاء الداخلية تقريبا انتهد لنرى الآن الطبيعي غلاف المحفظ البروتيني للفيروس الرنة ونلاحظ نشاطها انظر للون هنا وانظر للون هنا لاحظ كذلك RNA مركزي نشط إذن الدواء يقوم بمثل عمل خلل للتركيب الداخلي للفيروس والفيروس يكون موجود في الجسم فأصبح فيروس ميت نعم موجود ولكن ميت تحلل غلاف البروتين أعطاني RNA مركزي غير فعال إذن كأنه ميت أو هو ميت بالفعل أما الطبيعي فهو فيروس معدي ونحن نعلم أن مرض الأيدز له عدة طرق في العدوى لنلاحظ التركيب الداخلي غلاف المحفظ البروتيني للرنة لاحظ أنه لونها نشط وأيضا الرنة المركزي كذلك موجود فيه نشط إذن الشكل الثنين عندما يتعرض الـ HIV مرضى نقص المناعة لهذا الدواء الـ BA457 يفقد هذا الغلاف شكله وينهار لاحظ معي أن الغلاف هنا فقد شكله وتغير وأصبح مختلف مما يؤدي إلى موت الفايلوس هجوم مفاجئ يعد هذا الاكتشاف مفاجئة لماذا؟ لأنه عكس معظم الأدوية حيث أن الـ BA457 يهاجم بناء الـ HIV بدلا من الإنزيمات التي تساعد الـ HIV على إعادة الإنتاج إذن الفرق أن هذا الدواء يهاجم بناء HIV بدلا من الإنزيمات التي تساعد الـ HIV على إعادة الإنتاج كذلك مما يجعل الـ BA459 واحد من أوائل سلسلة الأدوية الجديدة لمرضى أو لمرضى الـ HIV المعروفة بمعيقات النضج إذن هذا الدواء يقوم بإعاقة نضج الفيروسات في داخل الجسم إنه العلاج الذي يستطيع منع الفيروس من النضج خلال المراحل الأخيرة من نموه تقليل سرعة النمو الأمل المعقود على هذا الدواء وغيره من معيقات النضج أن يهاجم بناء الـ HIV ويجعل بناء مقاومته بطيئة وتوصف معيقات النضج مع أدوية الأخرى للـ AIDS التي تهاجم الـ HIV في مراحل دورة حياته المختلفة تدعى هذه التجربة علاج متعدد الأدوية من شأنها منع الـ HIV من بناء المقاومة لأن أي فيروس حي بحاجة إلى مناعة متعددة وللأسف أن هذا الفيروس بالذات يقضي على جهاز المناعة في جسم الإنسان على أن لا تقل عن واحدة لكل دواء ضد HIV وهو غير محتمل للحدوث في الوقت نفسه إذن ولله الحمد طبعا هذا المرض فتاك في عدة مناطق في العالم هذا الدواء ولله الحمد بإمكانه علاج مرضى الـ AIDS ننتقل الآن إلى مختبر الكيمياء واحد تحديد صيغة الأملاح المائية الخلفية العلمية النسبة بين عدد مولات الماء وعدد مولات المركب في الأملاح المائية عدد صحيح صغير ويمكن تحديد هذه النسبة بتسخين الملح المائي لإزالة الماء سؤال الآن كيف يمكنك تحديد عدد مولات الماء في مول واحد من الملح المائي طبعا مختبر الكيمياء ستقوم أنت مع معلمك أو معلمتك عزيزة الطالبة في المدرسة بالقيام بهذه التجربة لنشرحها الآن المواد والأدوات اللازمة لهب بنزن عالم حامل معدني وحلقة بوتقة ذات غيطاء وهذا هو المهم لدينا مثلث خزفي ملقط البوتقة ميزان ملح كبريتات الماغنيسيوم المائي كبريتات الماغنيسيوم المائي سنحتاج كذلك ملعقة واللاعة أو علبة كبريت إذن لهب حامل معدني حلقة بوتقة ذات غيطاء مثلث خزفي ملقط ميزان والمادة التي نريد القيام بالتجربة عليها وهي كبريتات المغنيسيوم ملعقة واللاعة أو علبة كبريت طبعا لابد من الاحتياط نحن في المختبر ولابد أن نقوم بإجراءات السلامة أطفئ لها بنزل عند الانتهاء من استعماله تعامل بحذر مع البوتقة والغطاء والمثلث الخزفي لأنها ساخنة قد تحرق الجلد لا تستنشق الروائح لأنها تسبب الضرر للجهاز التنفسي لابد أيضا من تغطية الشعر عدم لبس ملابس الفضفاضة لابد من تطبيق إجراءات السلامة التي درستموها في السنة الماضي خطوات العمل رقم واحد املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العلمية على منصة عين الإثرائية اثنين صمم جدولا لتدوين البيانات ثلاثة أوجد الكتلة البوتقة وغطاؤها إلى أقرب 0.01 جرام أربعة ضع ثلاثة جرام وهنا ستضع مربعة لهذا الرقم في كتابك المدرسي ضع ثلاثة جرام من كبريتات الماغنيسيوم المائي في البوتقة ثم قس كتلته مع البوتقة إذن استخراج حساب كتلة البوتقة وحساب كتلة البوتقة همها كبريتات الماغنيسيوم وغطاؤها كذلك إلى أقرب 0.01 جرام ثم دون ملاحظاتك حول الملح المائي ضع المثلث الخزفي فوق حلقة الحامل بحيث يكون فوق لهب بنزل مباشرة دون أن تشعل اللهب الخطوة التي تليها ضع البوتقة على المثلث بحذر ثم ضع الغطاء فوقها بحيث يكون هذا الغطاء مائل لا هو مغلق ولا مفتوح ابدأ التسخين بلهب خفيف ثم زد شدة اللهب تدريجيا لمدة 10 دقائق ثم نطفئ اللهب ارفع البوتقة عن اللهب باستعمال الملقط أبدا لا نلمسه وهو ساخر وقم برفع الغطاء عنها أيضا باستعمال الملقط ثم ندعها تبرد لاحظ معي هذا هو لهب بنزل هنا الحامل هنا المثلث هنا البوتقة ولاحظ معي غطاء البوتقة هنا تقريبا قليل المفتوح ونقوم بالتسخين بعد ذلك قس كتلة البوتقة والغطاء وكبريتات الماغنيسيوم بعد التسخين وبعدما تبرد ودون ملاحظاتك حول ملح كبريتات الماغنيسيوم اللامائي الآن إذن تحول من مائي إلى اللامائي التنظيفة تخلص من النفايات تخلص من ملح كبريتات الماغنيسيوم اللامائي كما يطلب إليك معلمك أو معلمتك ثم أعد أدوات المختبر جميعها إلى أماكنها المناسبة ونضف بعد ذلك مكان عملك جيدا الآن التحليل والاستنتاج احسب واستعمل البيانات التجربية لحساب صيغة ملح كبريتات الماغنيسيوم المائي ستقوم أنت ومعلمك بحسابها سيعطيني الناتج MGSO4 ضرب 3H2O لاحظ واستنتاج قارن بين مظهر بلورات كبريتات الماغنيسيوم المائية واللا مائية سترى أن بلورات كبريتات الماغنيسيوم المتميهة لامعة شفافة بينما بلورات كبريتات الماغنيسيوم غير المتميهة غير شفافة وذات لون أبيض ساطع استنتج لماذا قد تكون الطريقة المستخدمة في المختبر غير مناسبة لتحديد ماء التبلور في الأملاح المائية بعض المركبات المتميهة تتحلل بالتسخين توقع ما الذي يمكن أن يحدث للملح اللامائي إذا تركدون غطاء طول الليل؟ طبعا قد تمتص الماء مرة أخرى إذن بلورات كبريتات الماغنيسيوم المتميهة قد تمتص الماء ننتقل الآن إلى مختبر كيمياء 2 تحديد النسبة المولية الخلفية النظرية يتفاعل الحديد مع كبريتات النحاس الثنائي ويمكنك حساب النسبة المولية عمليا بقياس كتلة الحديد التي تفاعلت وكتلة فلز النحاس التي تكونها سؤال كيف تقارن بين النسبة المولية العملية والنسبة المولية النظرية المواد والأدوات اللازمة كبريتات النحاس المائي الثنائي هذه هي الصيغة سنحتاج برادة حديد ماء مقطر كأس سعتها 150 ملي مخبار مدرر سعته 100 ملي سخان كهربائي ملقط لحمل الدوارق ميزان ساق تحريك كأس سعتها 400 ملي أوراق وزر طبعا احتياطات السلامة نفس الطريقة في المختبر الأول لابد من اتخاذها هنا لدينا السخان الكهربائي قد يسبب حروق إذن لابد أن ننتبه نغلق مصدر الكهرباء إذا كنت لا تستعمله خطوات العمل بنفس الطريقة سنقرأ تعليمات السلامة في المختبر ثم 2 قس كتلة كأس سعتها 150 نظيفة وجافة وسجل جميع القياسات طبعا في جدول البيانات ضع المادة الموجودة لدي وهي كبريتات النحاس المائية 12 قرام في كاس إذن هنا سنحتاج معرفة القرامات حتى نتبين الحسابات أضف 50 ملي من الماء المقطر إلى هذه المادة في الكاس ثم وضع الكاس على السخان ثم حرك المزيج حتى يذوب بعد ذلك يقول لا تدع المزيج يصل إلى درجة الغليان ثم بعد ذلك ارفع الكأس عن السخان باستخدام المنقطر ثم نزن 2 قرام من برادة الحنيق باستخدام مرق الوزن نضيف البرادة ببطع إلى كبريتات النحاس الثنائية الساخنة في أثناء التحريك نترك المزيج مدة 5 دقائق نستعين بساق التحريك كما في الصورة التي سنريكم إياها الآن لصب المزيج في كأس سعتها 400 ملي من دون صب في لز النحاس الصلب هذه هي لدينا لاحظ مع الصورة طبعا ستقوم بالتجربة في مختبر المدرسة لديك عزيزي الطالب أو عزيزي الطالب أضف 15 ملي من الماء المقطر إلى في لز النحاس الصلب في كأس سعته 150 ملي نحرك هذا الكأس لغسل النحاس ثم نصب السائل فقط في كأس سعته 400 ملي نكرر الخطوة التاسعة مرتين نضع الدورق الذي يحتوي على النحاس الرطب فوق السخان الكهربائي سنستعمل الحرارة منخفضة لتجفيف النحاس من الماء الذي قمنا بغسله ثم نرفع الكأس عن السخان بعدما يجف النحاس باستخدام الملقط ثم نتركه ويبرد بعد ذلك نفس التجربة الأولى سنقوم بقياس كتلة الكأس مع النحاس ثم ننظف مكاننا ونتخلص من الفضلات ونضع النحاس الجافي وعاء النفايات نغسل ما علقة بالكأس نجففها بمنشفة ورقية نصب محلول كبريتات النحاس التنائي ومحلول كبريتات الحديث غير المتفاعلة في كأس كبيرة ونعيد جميع الأجهزة والأتوات إلى أماكنها الخاصة ننتقل الآن إلى التحليل والاستنتاج طبق أكتب المعادلة الكيميائية الموزونة ثم أحسب كتلة النحاس التي يجب أن تتكون من كمية الحديد المستعملة هذه هي المعادلة حديد مع كبريتات النحاس يعطيني النحاس مع كبريتات الحديد نحسب مولات الحديد باستخدام قرامات الحديد المعطاب بالضرب في كسر الكتلة المولية طبعا الحديد من الجدول 55 إذن 2 قرام من الحديد مضروب في الكسر الخاص بالكتلة المولية الحديد سيعطيني 0.0358 مول من الحديد ثم الخطوة الثانية نحول مولات الحديد لمولات النحاس باستخدام النسبة المولية نستخرجها من المعادلة ثم نقوم بالضرب سيعطيني مولات النحاس وهي 0.0358 الخطوة الثالثة نحسب كتلة النحاس المولية سنستخدم مولات النحاس ونضربها في الكتلة المولية للنحاس سيعطيني 2.3 جرام من النحاس إذن هذا هو المردود النظري للنحاس سيعطيني الناتج في السؤال 2 طبعا أعطاني قال فستر حدد الكتلة الكتلة 2.26 عدد المولات هنا النحاس وهنا الحديد ثم حساب النسبة المولية ستحسبها مع معلمك ستعطيني الناتج 98.3 وهنا النسبة المولية 1 إلى 1.02 من الحديد ثم نقارن نسبة الحديد إلى النحاس في المعادلة هي 1.1 طبعا ستعطيني النتيجة التقريبية تحليل الخطأ لم يكن النحاس جاف تماما كما أن النحاس ستأكسد إلى سخنا كثيرا من الممكن خسارة بعض النحاس إلى هنا طلاب ينصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم